هناك قصة جميلة للحافظ مرة كان راكب مثل العبارة بين الجانب الآسيوي والأوروبي في تركيا فلما ركب استوعب أنه لا يوجد فلوس فكتب حرف الواو وقال حق سائق المركب قال لي لا يوجد فلوس لكن اخذ هذه الورقة وروح سوق الخطاطين وعرضها فكتب حرف الواو ووقع تحتها فما عجبه طبعا في البداية وعقب ما وصله للجانب الثاني سوق الخطاطين وقال لهم عندي هذه الورقة من فالسعر اللي باع فيه حرف الواو أعلى من سعر التذكرة فمرت الأيام وتصادفه مرة ثانية بالمركب فقال خط لي حرف الواو مرة ثانية فالحافظ عثمان قال هذه الواو لا تكتب في كل حين لا تكتب في كل حين فهذه القصص يعني من القصص الجميلة التي هي الحافظ وحرف الواو طبعا حرف الواو انتشر بتركيا بشكل وايد كبير يمكن اللي راح تركيا راح يشوف حرف الواو وانتشاره وفيه جزء كبير من فلسفة صوفية منها الواو هي واو الولادة شكل الجنين أول ما ينولد خاصة في خط الثلث وهي واو السجود الواو لما تقلبها راح تكون كأنه شخص ساجد وهي واو الوحدة والوحدانية كرمز للخالق عز وجل وغيرها من التفاسير يعني الصوفية اللي خلت الخطاطين يركزون على هذا الحرف بالتحديد طبعا فيه كلمات بعد ثانية